بسم الله الرحمن الرحيم من نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات المستقيمات والمستويات المتعامدة في الفضاء سنتكلم في هذا اللقاء عن الزاوية بين مستقيمين متخالفين في الفضاء الزاوية بين مستقيمين متخالفين إن الزاوية بين مستقيمين متخالفين هي الزاوية التي يصنعها أحدهما مع أي مستقيم قاطع له وموازي للمستقيم الآخر فإذا أردنا إيجاد الزاوية بين المستقيمين L و M المتخالفين هذين المستقيمين المستقيم باللون الأحمر والآخر باللون الأزرق سوف نرسم مستقيم M شرطة يوازي المستقيم M ويقطع هذا المستقيم L إن الزاوية بين هذين المستقيمين هي الزاوية بين هذا المستقيم والمستقيم الآخر الموازي لM شرطة وعادة نختار الزاوية الحادة بين هذين المستقيمين المتقاطعين إذن الزاوية بين L و M هي إحدى الزاوية الحادة الناتجة من تقاطع L مع M شرطة علما أن M شرطة يوازي M لا تتأثر الزاوية بتغيير موقع النقطة N فإذا رسمنا موازي آخر أو ثالث يقطع المستقيم L بنقطة أخرى فإنه يصنع معه نفس الزاوية الحادة إذا كان لدينا مستقيم يقطع مستوي ما وليس عموديا على هذا المستوي فإننا نقول أن هذا المستقيم مائلا على هذا المستوي تدريب في المكعب المرسوم جانبا إذن لدينا مكعب A B C D E F G H أوجد قياس الزاوية بين أولا المستقيم A B والمستقيم C G إذن A B و C G مستقيمان متخالفان سوف نرسم مستقيم موازي لC G ويقطع A B وليكن هذا المستقيم B H طبعا C B H G مربع لذلك هذين المستقيمين متوازيين الزاوية بين A B و B H هي زاوية قائمة لأن هذا الوجه أيضا مربع بهذا المكعب هذا يعني أن الزاوية بين A B و C G هي 90 درجة الطلب B الزاوية بين A B و G E علما أن G E هو قطر المربع F G H E أيضا هذين المستقيمين مستقيمين متخالفان لنرسم موازي لG E وليكون A C قطر للمربع A B C D نعلم أن قطر المربع يقسم هذه الزاوية بشكل متساوي أي أنه منصف إذن هذه الزاوية تساوي إلى 45 درجة وبالتالي الزاوية بين A B و A G تساوي إلى 45 درجة ثالثا B E و B G إذن B E و B G نريد إيجاد الزاوية بينهما طبعا مستقيمين متقاطعين الآن لإيجاد هذه الزاوية سوف نرسم G E نصل بين G و E لاحظ أن G E قطر للمربع مربع القاعدة B E أيضا قطر لهذا المربع A B H E و B G هو قطر للمربع C B H G بما أن هذا الشكل مكعب إذن جميع الوجوه مربعات طبوقة هذا يعني أن هذه الأقطار B E و B G و G E هي عبارة عن أقطار طبوقة أصبح لدينا مثلث متطابق الأضلاء الأضلاء الثلاثة المتساوية هذا يعني أن كل الزاوية من هذه الزاوية ستين درجة إذن الزاوية بين B E و B G تساوي ستين درجة C الزاوية بين A B و G F طبعا هذين المستقيمين مستقيمين متوازيين وبالتالي الزاوية بينهما صفر لاحظ أن A B يوازي E H و E H يوازي F G لأنها مربعات هذا يعني أن A B و F G متوازيين والزاوية بينهما تكون صفر أخيرا الزاوية بين B D و G E مستقيمين متخالفين سنرسم A C موازي ل G E أصبح لدينا قطران في المربع نعلم أن قطران المربع متعامدين هذا يعني أن الزاوية بين D B و A C تسعين إذن بين D B و G E الزاوية تسعين درجة تعريف يكون المستقيم L عموديا على المستوي Pi إذا كان L عموديا على جميع المستقيمات الواقع في Pi ويرمز له بالرمز L يعامل Pi إذن L عمودي على Pi فهو عمودي على جميع المستقيمات في Pi هذا التعريف تعريف هام نستخدمه عادة من أجل إثبات تعامل مستقيمين نقول عن L إذا كان عمودي على Pi فهو عمودي على M وعمودي على N وعمودي على أي مستقيم حتى ولو كان هذا المستقيم لا يمر من النقطة A نقول أيضا إن Pi عموديا على L ونكتب Pi يعامل المستقيم L إذن إما نقول أن المستقيم L يعامل Pi أو Pi يعامل L وتكتب في شكلين العكس أيضا صحيح إذا كان L عمودي على Pi فإنه عمودي على جميع المستقيمات الواقعة في Pi إذن إذا كان عمودي على جميع المستقيمات فهو عمودي على Pi وإذا كان عمودي على Pi فهو يعامل جميع المستقيمات الموجودة في Pi تعرفنا في هذا اللقاء عن الزاوية بين المستقيمات وإلى لقاء آخر من حلقات نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضية